السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم أعزائنا الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجيم النوفلي واليوم راح نتحدث عن يونت تاسع الشابتر التاسع من كتاب الانشاء كل معتاد اللي بالبداية هي مقدمة ما نحتاجها هنا عدنا انشاء يقول look at the picture بوع للصورة what do you think is happening ما الذي تعتقده يحدث طيب هنا يقول I never believed in Aliens before one night last year it was called dark winter evening and I was walking home from France house I stopped to tie my shoe when I looked up again I saw round object coming toward me it was very large and shiny I couldn't believe what I was seeing before I couldn't shut or run the object suddenly moved and then disappeared after the object disappeared I ran all the way home and called my best friend when she picked up the phone I couldn't say anything I think I know she would would think I was crazy I never told anyone about my UFO sighting طبعاً الفكرة الفكرة الاساسية بهذا الانشاء هو الاسل sub المركبات الفضائية يقول انا ما اصدق بالمركبات الفضائية كانت جوا بالشتاء جوا بارد شن تتمشي المسا جاي من بيت صديقي وقفت شوية اربط حذائي ما شفت لان قدامي مركبة فضائية كانت تمشي سريعة طيب يقول انا ما اصدقت اللي شي اللي صار وقضيتها ركض حد ما وصلت البيت من وصلت البيت اتصلت بصديقتي رتا اقول لها اعتقد هي فتاة اتصلت بصديقتي رتا اقول لها بعدين قلت ما حد رح يصدق بهذا كلامي وسديت الموضوع وكانت صدمة بالنسبة الي طيب هنا اقول لك اقرأ البرغراف اقرأ البرغراف وجاوب اعطي الاسئلة which sentence is the topic sentence طبعا اكيد هي الجملة الاولى هي topic sentence ايه هو topic sentence طيب how is the paragraph developed كيف تم تطوير البرغراف طبعا by describing the object with details by giving reasons by telling story اعتقد با telling story هو الشي اللي يوضح القصة what does sentence two do جملة ثانية شن اللي سوته خلي نشوف على جملة رقم ثانية يقول it was called dark winter evening and i was walking from home friend house طيب يقول it gives the details it tells the reader when where and where the event happened it lets the reader know the paragraph will talk about اكيد الجواب الثاني اخبرتنا بين القصة وين وش وكت صارت language focus using time expressions one way to order two events is to use after, before, when حتى يكون البرغراف ما لتك ناجح لازم تستخدم هذول الأدوات اللي هما after والbefore والوين يقول after shows the first event after تتحدث عن الحدث الأول أو تحتي أو تعبر عن الحدث الأول I played football after school I played football after school لعبت كرة القدم بعد المدرسة حدث أول before show the second events or before تنطين الحدث الثاني I couldn't play the guitar before I took the lessons حدث ثاني أما الوين shows the first event happened just before the second أما الوين فتربق ما بين حدث قبل حدث من يقول I told him the news أنا أخبرته الأخبار أطلت الأخبار وأنا هي he called من هو اتصل يعني الحدث الأول هو اتصل الحدث الثاني أنه آني أطلت أخبار فهذا هو أدوات الوين وربطه هنا عندي أدوات وقيل لك استخدمهم طبعا بالامتحان ما مطلوب من عندك تستخدم after before مع الصور الشيء اللي مطلوب من عندك لازم تعرف بين الafter معناها بعده before قبله والوين معناها عندما وحسب المعنى لازم نستخدمه أما هذا التمرين فهو حسب الصور فنحن ما رح نقرأ لأنه أصلا ما رح يجيب لك صور ويقول لك أريد حل طيب نحن كذلك تعمل هذه الصورة مكررة صفحة مكررة التي تمرين الخامس اقرأ القرآن طبعا حسب المعنى يقول لك حل فهنا أغرب تجربة صارت إلي بحياتي حدث سنة جملة الأولى يقول لك بي فور قبل أن أنتهى من المدرسة طبعا شون عرفت شون عرفتها بي فور لأن يقول لك عمري 16 سنة 16 سنة بعدها ما مخلص مدرسة يعني وكل أصدقائي طيب الوراها يقول ايشيرد روم وذ مارك وربيت 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 كل يوم مارك كانت تجيبنا الأكل كل يوم كانت تجيبنا الأكل بعد ما نستيقظ طبعا بعد ما ليس كذلك قبل ما نستيقظ أكيد بعد ما رقم سي يقول مارك ماترس باوت أوس تي هنا اجت عندي نقطة بينما هنا اجت فارزة لان الوين تربط مع بين جملتين بنصهم اوكو فارزة اذا تذكرون اخذناهم بالمحاضرات السابقة نجي هنا هسه علفت شي يسمونه اللي هو البرغراف القصصي اللي هو يحكي عن قصة واحنا نذكر بداية الفصل تحدثنا عن قصة هذا الشخص اللي شاف له مركبة فضائية حسب ما هو يدعي إذن تقول ستوري يعني انا بهذا الانشاء راح احكي عن قصة لحدث معين ولكن اكتب عبارة عن انشاء ونفس الخطوات ونفس الحكي الانشاء مالتي لازم يحتوي على توبك سنتنس سببورتنك سنتنس وكينكلودنك سنتنس ونفس الحكي ونفس التفاصيل ونفس الامور بالضبط نجي هنا على فتشي يسمونه الباكي جراوند انفميشن طبعا الباكي جراوند انفميشن يعني معناها المعلومات السابقة معلومات سابقة عن القصة يعني أي قصة من تبدي لازم لها معلومات قديمة أي قصة لازم لها شون يعني لها بداية يعني بمعنى شوان بدأت القصة ومثلا نقول ومثلا نقول ومثلا نقول وأيضا القصة بيها مدل أوف ستوري مدل أوف ناراتيب يوجد مدل أوف مدل أوف ستوري هي نفسها التسابورتنك سنتنس اللي هي بنص القصة يعني الأهم حدث بالقصة راح يصير نص أكثر الثانيب يعني مثل ما واحد يشوف له مسلسل يشوف له أول حلقة ويشوف له آخر حلقة إذا ما يشوف البلنص ما راح يفتهم فالنص جدا مهم وعدنا آخر شي لنهاية القصة لنهاية القصة آخر حدث وهو دائما قلنا سمي كينكلودنك سنتنس اللي هو جملة الختامية هنا يقول تقرأ هذه الأجزاء من القصة The Middle of the Story الأحداث بالنص The End of the Story هي نهاية الفل القصة أو نهاية الإنشاء واللي دائماً آخر حدث يكون عندي بالضبط أيضاً ذن التمرينين على هذا الموضوع هذا التمرينين المفروض يكونون واجب عليك لازم أنت تعرف لي يا هي المعلومات العامة ويا هي الختامية والحلول موجودة بالأخير بس أنا ما أريدك أن تشوف الحلول أنا أريدك أن تتدرب أنت تحل شوف الحلول شوف الحلول شنو رح يكون حسب فهمك للمادة حلول موجودة بالأخير وبالأخير يقول لك Put it together Choose one of these topics إليدك تختار لك Fan story قصة مضحكة Strange experience تجربة صارت لك يعني غريبة وتبدأ تعدل هاي القصة تكتب عليها Brainstorming بعدين يسوي لها Listing وأنه يسوي لها Mapping وأنه يسوي لها Free Writing كتابة حرة بعدين تعدلها تقعد عنده أصدقائك تبدل الأوراق تشوفون وديسة صديقك صديقك يقول لك هاي صح هاي غلط تقراها أخر شيء تراجعها وتعدلها وتسلمها للأستاذ والأستاذ يصلح لك هذا الفقر هاي المفروض حقيقة تكون واجب عليك خصوصا هذا الأخير شيء حتى تشوف شون أخطاعك ترجمة نانسي قنقر